طب انا عندي واقع عجيب عجيب جدا في كلام رسول الله وقلولي ده صدق ولا مش صدق واحد معه 100 جنيه دلوقتي طلع صدقة 30 جنيه المت جنيه قالت ولا ما قالتش مديا قال على نبي قولي ثلاثة اقسموا عليهم ما نقص مال من صدقة ده حقيقة مشاهد جدا مشاهد جدا في الصدقة واثارها ودايما بقول يعني بقى لي فترة بنتكلم مع احبة كده انه بيسألوا اسئلة وردة جدا احنا في ضيق حال الرزق وكذا وكذا بيتكلموا من منطوق زي ما حالك تفضلت كده هو مادي هو معاين انا معايا المبلغ ده محدش يقنعني انه ممكن يزيد ممكن يبقى فيه كده امال هنعمل ايه في مفهوم البركة هنودي مفهوم البركة ده ازاي احنا بنشاهده على فكرة قبل ما يكون كلام بنقوله للناس ان الرزق بيد الله اتقط ربنا هيرزقني بدون انا ما اتدخل في الكيفية ازاي وده احنا بنشوفه امور والله بيعلمه لنا ناس بسيطة جدا تقول انا عايش بمبلغ ما فيش جدا ويبقى سبحان الله البركة بيرطى في هذا الامر الله يفتعلم شيخ خالد انا اليوم